موسى والشيء الثاني قال يسوع أنا هو خبز الحياة هذا إعلان جديد عن شخص وعن هوية يسوع المسيح بيتكلم عن اسم الجلال والسلطان والحضور الإلهي نفس الكلمة التي قيلت في القديم عن أهيا الذي أهيا عندما تكلم موسى مع الله فهو يعني كما قال يسوع أنا هو أنا هو خبز الحياة وهي آية آية عظيمة لها بعد روحي وعمق اللي فيها التعليم جميل جدا وهذا ما حدث طبعا مع المتدينين عند بحيرة طبرية فكان فيه جدل وكان فيه طبعا أخذ وعطف الموضوع في المسيح طبعا بيشبه كل شيء أو يحنى بيأخذ فكر عبراني في القديم حدث مع الشعب القديم وبيحاول يتكلم أنه هذا تم في شخص وجلال يسوع المسيح مثلا في إنجيل يحنى الرب أعطاهم الخبز والماء والنور والمن وهذا فعلا ما حدث في العهد القديم لكن في العهد الجديد تم في شخص يسوع المسيح وهذا الجدل الديني المسيح أثبت أنه عنده بعد روح أعمق من التفكير الزمني أو الجسداني اللي كانوا بيفكروا فيه المتدينين في أيام المسيح فالمسيح هو يستطيع أن يشبع الجوع الجسدي الجدل ابتدأ كان قالوا آباؤنا أكلوا المن في البرية قال يسوع الآب هو الذي يعطيكم المن وبعدين ابتدأ يوجه الرسالة نحو شخصه الذي يأكل جسدي هم ظنوا أنهم يريدوا مسيحا يسدد احتياجاتهم الجسدية والاقتصادية أيضا يسدد هذا الجوع فالمسيح اتكلم عن شبع أهم من هذا الجوع الجسدي اتكلم أيضا عن الجوع الروحي اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله اشتركوا في القناة